سريع جدا خلينا ناخد تفاعل حضراتكم معنا على سؤال الحلقة النهاردة وتوقعاتكم لنتيجة مباراة اليوم ما بين الاهل وكازر تيفز محمود داهي قال 3-0 للاهل ان شاء الله بإذن الله حودة نسرين جابر قالت بإذن الله فوز الاهل 2-0 محمد شريف حيسجل هدفين يا رب بإذن الله خلينا كمان نروح لباسيوني سعد واللي قال ان شاء الله 4-0 للاهل الشحات وشريف وطهر وحمدي فتحي وأخيرا ناخد دهاجر فتحي 3-0 للأهل وشريف حيسجل 2 ومعلول واحد علاء مرسي قال كمان 2-0 للأهل ان شاء الله يا رب الأهل يكون موفق النهاردة يا رب نفرح كلنا فرحة كبيرة بفوز كبير النهاردة ببطولة غالية جدا جدا علينا كلنا كأهلوية الأهل اللي بيرفع اسمه مصر دائما وأبدا ان شاء الله كمان يرفع اسمه مصر ويفرح جمهوره من خلال بطولة جديدة النهاردة ومش أي بطولة لا دي بطولة قرية هختب معاكم النهاردة بدعواتنا كلنا يا رب بإذن الله النصر لفرقنا الحبيب النادي الأهلي دي كانت حلقتنا النهاردة من الترند ليس لدينا المزيد وغدا بإذن الله كل الجديد فحلقة جديدة تكون حلقة فرحة وسعادة كبيرة بالفوز بهذه البطولة من حلقات الترند بإذن الله استنونا بكرة على خير ونفرح مع بعض بإذن الله إلى اللقاء